اشتركوا في القناة 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 الاصحاح الخامس من اجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن نموس لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الذي هو مثال الاتي طرقك عرفني اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج طرقك عرفني عايزين نراحب ضفنا النهاردة الشيخ شريف عاطف اهلا بيك حضرة الشيخ اهلا بيك من اكتر المواضيع اللي بنسمع عنها بذات وحنا بندرس وبنمشي في سكتنا في معرفة ربنا هو موضوع الخطيئة الاصلية عايزينك تحكلنا عنه كتير الموضوع ده وتعرفنا ايه هي الخطيئة الاصلية بس قبل ما اتكلم على موضوع الخطيئة الاصلية عايزين نفكر الوضع اللي احنا فيه دلوقتي احنا وصلنا له ازاي واقصل بالوضع دوت الشر والقلم اللي موجود في العالم الموت الوضع اللي كلنا ممكن ساعات بنشوفه مقلم جدا وبنخاف منه فيروس مخاوه في العالم كله هل ربنا خلق العالم بالشكل ده الالم والظلم والشر والضعف والموت المشهد مشهد مقلم اه فيه حاجات كتيرة جميلة في الحياة بس فيه حاجات كتيرة جدا مقلمة اكتر ايه اللي حصل وازاي ده يتماشم على اللي بيت قال في كتاب المقدس من الاول خلص ان الرب بعد ما شاف الخليئة قال ايه حسنهم جدا مش بس كده ده لما نيجي نفكر في الانسان وخلق الانسان هل ربنا خلق الانسان بالمل الشر ده بالضعف ده بالانانية والكبرياء ده تعالوا شف شهادة الكتاب الرب صنع الانسان ازاي فمثلا في سفر الجمعة صح 7 وعدد 29 يقول ايه انظر هذا وجدته فقط ان الله صنع الانسان مستقيما اما هم فطلبوا اختراعات كثيرة الشهادة ده بيورينا ان ربنا عمل الانسان مستقيم يعني معملوش حتى محيد يعني انت حر تقترب من الخير والشر ده بالعكس ده عملو في حضنه يعني خلقو في الجنة الانسان مخلوق في علاقة مع الله اصلا والله بيعتني بيه وبيهتم بيه طيب ايه اللي حصل في نفس الوقت بنشوف المشهد فيه القلم واللي خلى ده يحصل هو حتى اسمه السقوط العسيان اللي عملوا قدم وحاوة مستلح الخطايا الاصلية مرتبط بالحادثة ديد ان اللي عملوا قدم وحاوة ما كانش بس مؤثر فيهم هم ده بسبب اللي عملوا قدم وحاوة اللي احنا فيه دولوقتي ده حاصر الجنس البشري والخريقة كلها بقيت بتقن بسبب الحادثة ديد فبإضاحة اكتر او تفصيل اكتر عمل فينا ايه ادم ممكن نلخص المشكلة في حاجتين خدنا منه ميل الشر بقيت طبعتنا فيها الكبرياء والانانية واللي بسببها بنشوف الشر اللي احنا فيه دوت ومش بس كده بقى الانسان قدام الله دايما ابن للغضب مزنب فاحنا بقينا مولودين برا الجنة مولودين وكأننا علينا لعنة فده ده المقصود بالخطيرة الأصلية بقينا كلنا مولودين منفصلين عن الله برا محضر الله مش في محضر الله وعدم الوجود في محضر الله في اللهوت الكتابي كله ده طرد البركة ان انت تبقى في محضر الله واللعنة ان انت تضطرد من محضر الله والطرد ده عقاب صح فاحنا كلنا بقينا مولودين مطلودين فده باختصار المقصود بالخطيرة الأصلية طب ايه رأيك في الرأي اللي بيقول ان آدم هو نموذج للجنس البشري فهو اتخلق بطبيعة غير ساقطة وبعد كده سقط واحنا زيه كمان بنتولد لكن بعديها بنفشل بص فكرة ان آدم نموذج وان احنا كلنا بنغلط زي آدم انا مش ضد الفكرة تماما بس انا بتكلم على طبيعة العلاقة بيننا وبين آدم ده رأيي من قراء انه علاقتنا بآدم مجرد انه نموذج من الاخر كلنا آدم يعني لما بتقرأ قصة السقوط دي قصتنا كمان انا سقطت نفس السقوط ده وانا شايف ان ده اختزال للعلاقة بآدم وكده فيه قراء تانية بتكلم فيما يتعلق بالعلاقة بآدم والخطايا الاصلي فيه رأيي بيقول ان احنا خدنا من آدم طبيعة فزد ميل للخطايا وبالطبيعة دي اصبحنا خطاء وبينه دان فاحنا ما خدناش من آدم ذنب ما خدناش من آدم عقوبة لكن خدنا فساد طبيعة ميل للشر ده رأيي تاني غير رأيي الاولاني اللي انت قلت وفيه رأي تالي بيقول لا احنا خدنا من آدم مش بس فساد ده احنا واخدين فساد واخدين كمان إدانة والفساد ده في حاجة ذاته إدانة عقوبة عقوبة يعني فاحنا بقنا مولودين أموات والمدة نوع من العقوبة فشايف يعني فيه أول لفل آدم مجرد نموذك احنا خدنا من آدم فساد بس لأ ده احنا خدنا من آدم فساد وبقنا مذنبين في آدم طيب حضرة الشيخ انت قلت لنا دلوقتي ان فيه ثلاث أراء ازاي الكتاب المقدس سعيدنا نعرف أنهي فيهم الأصح بصي الأول قبل مقول أنهي فيهم الأصح احنا عايزين نتأكد انه الثلاثة موجودين يعني هو الخلاف مش انه فيه واحد مش موجود او واحد غلط يعني والتاني او واحد غلط خالص والباقي صح لا يعني اللي بيقول انه فيه زنب وفساد مش ضد انه آدم بالنسبة لنا نموذج برضو يعني اول احنا اخطأنا شبه خطية آدم بس فيه حد بيقول انه آدم نموذج بس دي المشكلة او ان احنا خدنا من آدم فساد بس دي هتبقى مشكلة او فساد وزنب هل ده فعلا ولا لا فهمة يعني فهمة الفرق او في الثلاثة فيهم جزء من الصح بس فيه واحد فيهم أشمل ايوة فيه واحد أشمل والأراء الأولانية بيقولوا لا يعني هم كده بس دي المشكلة مش الباقي مش الباقي فاحنا عزينا شوف الكتاب هل الكتاب بيأكد على الثلاثة او لا وبيني وبينكم الأصعب التالتة اللي انت خدت من آدم فساد وزنب يعني هي دي أكتر واحدة مستفزة لانه انا مالي او مفياش عالي الاول عزينا شوف الكتاب بيقولها ازاي من أشهر الشواهد اللي بتتكلم على الموضوع ده روميا خمسة فحنا هنفطح مع بعض روميا خمسة وحنتقامل فيها شوية روميا خمسة وصح وعدد اثناش بيقول كده الرسول بولس من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس اذ أخطأ الجميع امشوا معي واحدة واحدة في الأول بيقول ايه من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم لما تسمع لفظ كأنما فانت متوقع ايه متوقع كمالة الكلام تبقى ايه لا مش فهم يعني هو بيقول زي ما انا بقول لك ايه زي ما ده حصل فانت متوقع ان انا اقول لك ايه ده كمان حصل ده كمان هيحصل صح فده معنى كلمة كأنما كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة العالم فانت متوقع جانب تاني من المقارن انه فيه فيه حاجة تانية اعم انه فيه حاجة هتخرج الخطية مني. مثلاً مثلاً. فبصوا كده في النص مش هتلاقيها وراها على طول. يعني هتلاقيه في عدد 13 ما كملش. 14 ما كملش. وكأنه الحاجة في المقارنة ممكن يساء فهمها. فهيبدأ يشرحها. وبعد كده هيرجع تاني للمقارنة بتاعته. فلو كملت شوية هتلاقيه بقى كرر اللي هو قاله دوت. فعدد 18. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلي جميع الناس. بصوا بقى هكذا ببر واحد. شاهد في الجانب التاني من المقارنة. ما شفناش ده في عدد 12. ليه كده؟ لأن هو قال حاجة في عدد 12 ممكن تعمل إساءة فيه. والحاجة دي هي موضوعنا. موضوع الخطيئ الأصلية. فعلشان كده رايح بالشاهد ده. قال إيه بقى بولوس كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئ إلى العالم. مين الإنسان الواحد ده؟ آدم. واللي يؤكد لنا من النص ده. طبعاً احنا عارفين من التكوين إنه آدم. لكن من النص دوت. فعدد 14 بيحدد اسم آدم. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. فهو حدد فترة زمنية. فوضح إن الإنسان الأول اللي هو يقصده آدم. فكده يبقى الله ما صنعش العالم بالخطيئة كده. ده الخطيئة دخلت. كأنما بإنسان واحد. هقول إلى موسى. هقول. هقول ليه إلى موسى. بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت. فالموت ما كانش موجود بالطبيعة. لكن الموت دخل. وهكذا كتاز الموت إلى جميع الناس. فدلوقتي يبقى فيه كونيكشن فيه اتصال ما بين الموت اللي حصل لآدم والموت اللي بيحصل للناس. فإحنا عايزين بقى نعرف الوصلة دي بتحصل إزاي. بيقول إذ أخطأ الجميع. فلو أنا ماشي مع فكرة إنه آدم نموذك. هقول آه بص إذ أخطأ الجميع. إحنا بنخطأ. فآدم أخطأ ومات. وإحنا بنغلط زيه. فبنموت. ده الاحتمال. الاحتمال الثاني. آدم أخطأ. فدخل فساد. وأنا خدت الفساد ده. فأنا بخطأ في الفساد ده. وبموت. أو. آدم أخطأ. ومات. وأنا بقيت بأخد الموت زيه. طب بوليس قصده إيه. إذ أخطأ الجميع. هل قصده إن إحنا بنغلط زي آدم. ولا بنغلط. فآدم. تعالوا نشوف. عشان أخدنا خطيئته. عشان خدنا. عشان خدنا خطيئته. ولا خدنا موته. بيقول بإيه عدد 13 وبعتاشر. فإنه حتى النموس كانت الخطيئة في العالم على أن الخطيئة لا تحسب إن لم يكن نموس. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. الذي هو مثال للآتي. نغبطهم كالكع قوي. أيه. أيه. صعب. واحد. فعدد 14 بيقول إيه. بيقول يعني من آدم لغاية موسى. ما كانش فينا موسى زي اللي خده آدم. ربنا قال لآدم ما تكلش من الشجل. وآدم كسر. كسر الوصية. من وقت آدم لغاية موسى مفيش وصية واضحة من ربنا بالشكل ده. فبيقول مع إن مفيش وصية واضحة محدش كسر وصية زي آدم. لكن برضو الناس بتموت. وكأنه بيقول إيه. الناس بتموت مع إنها معملتش زي آدم. فهو عايز يكنسل أو عايز يلغي من دماغنا. فكرة إن إحنا بنموت. لأن إحنا بنعمل حاجة زي آدم. بيكنسل فكرة النموذج. أيوة. فبيقول إيه. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى. وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني هو بيقولها باللفز. باللفز. حاجة تانية. احنا محتاجين نفكر. لو في ربط ما بين الخطيئة والموت بالشكل ده. لو آدم أخطأ فبيموت. واحنا بنموت لأن إحنا بنغلط زي آدم. طيب الأطفال بتموت ليه؟ ما الأطفال ما عملتش خطيئة. يعني المطفل يتولد عند يومين ثلاثة. ويموت. إيه الخطيئة اللي عملها اللي تستوجي بالموت. لازم نسأل نفسنا السؤال ده. لو احنا بنقول إن الموت مرتوط بالخطيئة. طيب ليه موت بيحصل ومفيش خطيئة. طيب بص معي بقيت النص. من عدد خمستاشر لعدد تسعتاشر. بوليس هيحاول بكل الطرق يأكد إن الموت اللي بيحصل في الجنس البشري. اللي أو اللي هو قصده. مش بيحصل بس عشان هم عملوا خطايا. ده بسبب اللي عملوا آدم بس. أو ده هو الواحد وكافي. هم يستهلوا الموت. تعالوا شوفها إلها ازاي كم مرة. في عدد خمستاشر. ولكن ليس كالخطيئة هكذا أيضا الهبة. لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكثيرون. شايفين. خطيئة واحد مات الكثيرون. ده خمستاشر. ستاشر. وليس كما بواحد أخطأ هكذا العطية. لأن الحكم من واحد للدينونة. وكلمة واحد هنا في الأصل الحكم اللي جاي من خطيئة واحدة للدينونة. سبعتاشر. لأنه إن كان بخطيئة الواحد قد ملك الموت بالواحد. عدد 18. فإذا كما بخاطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس. عدد 19. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة. طب لو بوليس عايز يقول ان بسبب غلطة غلطة آدم كلنا بنموت بسبب الغلطة دي. يعمل ايه اكتر من كده. يعني يعمل ايه تاني. فكل ما قلت لكم في الأول هو بدأ مقارنة لكن ما كملهاش. ليه ما كملهاش لأنه ما كانش عايز الناس تفهم لما يقول إذا أخطأ الجميع. الناس تفهم هو قصده لأن هما غلطوا بيموتوا. فهو عايز يقول لا ده بسبب اللي عمله آدم بس في موت. فاحنا كلنا بنموت بسبب اللي عمله آدم. حاجة مستفزة جدا. جدا. ليه مستفزة. عشان أنا ذنبي ايه. ايه. ودي قصة يعني من آلاف السنين. ايه. وازاي ربنا يعني ربنا في المشهد بيعمل ايه. يعني هو كمان مش بس بيقول فكرة الخطيئة. مش زي الهبة. ايه. يعني هو بيقول. لما هيجي يقول مش زي الهبة ده الهبة هتبقى أعظم. حنشوف بعد شوي. من هو الإنسان خائف الإله. ربنا يعبده في ذي الحياة. في طريق الحق حسب ممتغا. اهديني بالروح والحق أقامي. منتو يا ربي بحقك القوي. فما ثمي كنت غافرا فهو عادل. طب أنا عندي سؤال بس. هو قبل. أنا زن بي ايه. يعني ما. أنا بس هيوصلتني ازاي. يعني الخطيئة الأصلية دي. وصلتني ازاي. هل أنا كأندرو دلوقتي. وانا في الكرن العشرين والواحد وعشرين. ازاي توصلني انا الخطيئة الأصلية. هل بتيجي في الجينات. في كرات الدم البيضة. بتيجي ازاي. توصلني ازاي الخطيئة الأصلية. بيني وبينكو السؤالين مرتبطين ببعض. ما هو نفس السؤال. يعني وانت بتقولي انا زن بي ايه. يعني ايه اللي يخلي واحد يعمل غلطة في يوم من الأيام. يأكل من شجرة ما كانش بفود يأكل منها. وانا النهاردة بتولد. وعلي حكم موت. ازاي النقلة دي حصل. اول حاجة. يعني ما عندناش حاجة تقولي ان الخطيئة بتنتقل في الجينات. ما فيش دليل ما نعرفش بتنتقل ازاي. او ما نعرفش ازاي. احنا مولدين بالفساد زي ادم. لكن اللي بيسأل السؤال دوت. انا بسأله سؤال تاني. لما لان انا بني بدك السؤال ده في نوع من السخرية. هو احنا ازاي على صورة الله. يعني ادم بدخل على صورة الله. طب انت ازاي صورة الله اللي موجودة في ادم بتنتقلك. بتنتقل في الجينات. نفس السؤال. فالموضوع روحي. مش عارفين ازاي بيحصل. مش عارفين ايه الديناميكية بتاعته. بس بيحصل. وبيني وبينك الكتاب بيشهد عنه بكذا شكل. وفيه شكلين رئيسيين. هشوفوا معاكم في الكتاب. الشكل الاول بنسميه. فيه واحدة بيولوجية. وانا مش بقصد ببيولوجية جينات. لكن لان ده ابويا. ابويا في الجسد. جسديا. ففيه علاقة بيني وبينه. ما بيني انا وآدم. ما بيني انا وآدم. ولان بيولوجيا ادم ابونا كلنا. ايه. فانا ها قد معاك دلوقتي مشهد. بنشوف فيه اب عمل حاجة. واللي عمله ده. اثر في اولاده. اوليه تأثير على اولاده. هفتح معاكم رسالة العبرانين اسحح سبعة. عشان نشوف هالي المبدأ ده موجود في الكتاب ولا لا. بس اللي هنقرأ ده ماريش علاقة بأدم نفسه. بس هنشوف المبدأ. اه. فكرة المبدأ. في السلطة العبرانين من ضمن اهداف الكاتب انه يثبت ان المسيح اعظم من كل حاجة كان اليهود ممكن يفكروا فيها. اعظم من الملائكة. اعظم من موسى. اعظم من الكهنة. اعظم كل حاجة. ففي المشهد بتاع عبرانين سبعة. كاتب العبرانين عايز يأكد انه كهنة المسيح اعظم من كل كهنة العهد القديم. كهنة لاوي. فبصوا هيعملها ازاي بقى. هيثبتها ازاي. في صحاح سبعة وعدد خمسة. واما الذين هم من بني لاوي. الكهنة اللي من بني لاوي من عينة هارون. الذين يأخذون الكهنة. فلهم وصية ان يعشروا الشعب بمقتدر نموس. يعني الشعب كان بيدي العشور للاوي. لبني لاوي. تمام. اي اخوتهم. مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم. فهم بيقولوا انه هم واخوتهم الاثنين من صلب ابراهيم. بس بقية الشعب كان بيدي لاوي العشور. تمام. عدد ست. ولكن الذي ليس له نسب منهم. قد عشر ابراهيم. عارفين مين ده؟ ملكي صادق. ملكي صادق. وبارك الذي له الموعيد. فكتب العبرانيين بيشاور على قصة في سفر التكوين. صحة 14. لما ابراهيم رجع مع حرب بينقص فيها لوط. وقابل كاهن اسمه ملكي صادق. وابراهيم قدم لملكي صادق العشور. فبص دلوقتي المكرنة بتتكون. اللويين بياخدوا العشور من شعب اسرائيل. اللويين دلولد ابراهيم. وابراهيم دفع عشور لملكي صادق. عدد سبعة. وبدون كل مشاجرة. الاصغر يبارك من الاجبر. خلي بالك. هو في العدد القبلي بيقول ان مين بارك مين ملكي صادق. بارك ابراهيم. ومن غير مشاجرة الكبير اللي بيبارك اعظم من اللي بيتبارك. فاللي بيبارك هو الاعظم. فهو عايز يقول ان ملكي صادق الاعظم من ابراهيم. وهنا اناس مائتون اللي هو اللويين ياخدون عشرة. واما هناك فالمشهود له بانه حي. حتى اقول كلمة ان لاوي ايضا الاخذ الاعشار قد عشر بابراهيم. لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق. يعني عايز يقول ايه. يعني لاوي دفع العشور لملكي صادق. مع ان لاوي حرفيا ما قبلش ملكي صادق. ما قبلوش. ده ابراهيم خلف اسحاء. واسحاء خلف يعقوب. ويعقوب غلف الاسباط اللي منهم لاوي. وبعد كده اللويين هم اللي بدقوا هياخدوا العشور. لكن اللويين دول لانهم كانوا في صلب ابراهيم من قبل ما يتهلدوا اصلا. ابراهيم المالكي صادق و ملكي صادق باركوا. ده معناه ان لاوي اتبارك من ملكي صادق. وابنان عليه يبقى ملكي صادق اعظم من لاوي.りました з az llama و المسيح على رضبة ملكي صادق. يبقى كهنوتي المسيح اعظم من كهنوتي لاوي. بسبب فكرة انه في واحدة بيولوجية او في واحدة بين الشخص و اولادو. كابل العبرانين أثبت انه كهنوتي المسيح اعظم من كهنوتي ملكي صادق. فدي بنسميها واحدة بيولوجيا فأدم بتاع زمان برضو انا انا مرتبط يعني يوقف في علاقة ده ده بنسميه واحدة بيولوجيا بس مش دي واحدة موجودة بس في حاجة اسمها واحدة عهدية ودي موجودة في الكتاب يعني واحدة عادية يعني لو في حد دخل في عهد مع حد دخل في اتفاق مع مع حد مش بيخش في الاتفاق ده بالنيابة عن نفسه بس لكن بالنيابة عن نفسه وكل المنتسبين ليه فلو ملك عمل معهدة معهدة سلام او عمل حرب فالسلام ده بقى مش بس بيسرع ليه ده بيسرع على كل شعبه مع ان الملك مفيش واحدة بيولوجية بينه وبين شعبه لكن في واحدة عهدية هو رأس فدرالي ممثل نائب عنهم حتى لو مات حتى لو مات لان اللي مضاه مؤثر صح صح القصة دي موجودة كتير جدا جدا في الكتابة انا هقول لكم قصة واحدة بس فاكمين مقابلة داود وغلياط انا هسألكوا سؤال الاول قبل ما اكمل في القصة دي ده لما بتقرأ قصة داود وغلياط القصة المشهورة بتحط نفسك مطرح مين في القصة صعب احط نفسي مطرح داود صعب؟ اين ستبقى احط نفسي حتى مطرح التوبة او الزرطة اللي داود بس غالبا احنا بنقول ايه انا داود صعب؟ بيلي وبينكو ده اسوأ تفسير ممكن واحد يعمله وهو بيقرأ القصة دي ده لان القصة دي مش مكتوبة عشان تشوف نفسك مكان داود عارفين احنا سيبها مين في القصة دي؟ شاول؟ مش بس شاول وكل اللي حواليه الشعب اللي واقف مرعوب في الحرب بيبص على جلياط العدو العظيم ده واللي مش قادر عليه لغاية مجالهم داود هزم جلياط العدو اللي محدش فين كان قادر عليه وبهزيمة داود لجلياط النصر بقت بتاعت مين بتاعت داود بس؟ شعب كله واحنا برضو كده كان قدامنا عدو عظيم اسم الشيطان محدش فين قادر عليه لغاية مجالنا ابن داود وهزم الشيطان وبهزمته للشيطان كلنا انتصرنا فاحنا بينا كلنا اعظم من المتصرين بسبب نصرة ابن داود فداود في المشهد ده ما كانش بس بيمثل نفسه ما كانتش اخناقة بين واحد واحد داود كان بيمثل كل شعب اسرائيل زي ما المسيح بيمثل كل شعبه وداود لما هزم العدو الشعب كله بقت النصرة بتاعته فدي واحدة بنسمية واحدة عهدية ومش بس في الحاجات الكويسة مش بس في الحاجات الإيجابية كمان في الحاجات السلبية يعني ايه يعني مثلا لو فيه ملك شرير وفاسد وعمل شر المجزاية ما بتبقاش ليه هو شخصين بس شعبه كله بيدل بسببه شعبه كله بيعاقب بسبب هذا الملك فالامثلة كتيرة جدا جدا في الكتاب اللي تبين ان فيه واحدة عهدية بين واحد وبين شعبه واحنا على كده فاحنا عندنا وحدة بيولوجية وحدة عهدية ما بيننا وما بين آدم وبالطبيعي ان احنا نورث الخطير ده باعتبار ان آدم رأس عهدي وبصراحة جماعة الموضوع مش بس في الكتاب يعني انت لما تفكر النهاردة في الميراث مثلا تخيل كده لو انا راجل او فيه واحد غني عنده مصنع او عنده مصانع وشركات وعنده موظف امين جدا وبيحبه جدا ومخلص جدا وعنده ابنه فاسد وشرير وممكن يضع الفلوس بسهولة والراجل ده مات الشركة بتروح لمين لابنه بغض النظر هو كويس او مش كويس فهو مش عشان كويس خد الشركة هو خد الشركة لانه ابنه ولو الشركة راحت للموظف بنعتبر ان اللي حصل ده ايه ظلم ايه ده اخديب بالكم فاحنا متعودين انه انا يعني حاجة ابوي او حاجة الشخص اللي انا منتسب ليه بقت حقي صح لو فيه لو اجدادنا او لو حتى مش ناس لين علاقة بيهم في الجسد مضوا مضموا عهدة عملوا عقد حربوا وخدوا ارض باية الارض دي بتاعتنا لان احنا من نفس الشعب لان فيه وحدة عهدية فبنيوا بينكم فكرة ان كل واحد شايل شلته الواحد ديت فكرة اللي هي في الواقع وليه في الكتاب بس اللي انت بتقوله دلوقتي هو عكس اللي بيتقال في حسقيال 18 في حسقيال 18 بيقول ان كل واحد بيشيل شلت نفسه واللي انت بتقوله انه انا هاخد غلطة ابويه هورس عنه غلطة ابويه بصي التعليم بتاع الختال الاصلية مش بيقول ابدا انه كل واحد بيغلط لو النهاردة انا غلط ابني يتعاقب على غلطتي ديت وبالذات عقاب الهي عقاب يعني في السماء في الجحيم او عقاب يؤدي للسماء والجحيم بسبب ان غلطة ابويه الختال الاصلية مش بيقول كده او من ناحية غلطة ابويه بتأثر فيه فيه تأثير لان مثلا لو انا ابويه يعني اختلس او اتمسك فقضية فيها حاجة مخلة بالشرف هيفضل عيلته كلها متل اتخب الغلطة ديت مع انهم مش هم اللي عملوا ده واسم تعارب لكن مثلا لو هو تسجن عيلته مش هتتسجن ففيه تأثير فيه تأثير ما لان احنا فيه واحدة بيننا وبينبعض لكن مش بناخد العقاب والختال الاصلية مش بتقول ان احنا بناخد عقاب ابويه الارضي او جدي الارضي لكن بتقول على الرأس العهدي اللي هو آدم فالموضوع مرتبط بآدم بالتحديد فيه شاهد مهم جدا جدا في القصة دي او في السؤال ده في رسالة كونتوس يقولها صح 15 افتحوا معي كده النص ده وعقولكو ايه الاهمية اللي انا عايز اروح لها في النص ده في كونتوس سلوة 15 بوليس بيعمل مقارنة بين آدم والمسيح فعدد 45 بص بيقول ايه هكذا مكتوب ايضا صار آدم خليبك من اللقب اللي هيخده آدم الانسان الاول نفسا حيا وآدم الاخير روحا محيا مين آدم الاخير الربية الصعف خلي بالك ففيه آدم اول وآدم اخير لكن ليس الروحاني اولا بل الحيواني الحيواني يعني الجسماني وبعد ذلك الروحاني بكلم على برضو بيقارن ما بين آدم والمسيح الانسان الاول من الارض ترابي مين الانسان الاول آدم ده نفس اللقب اللي خده في الاول اللي خده في عدد 45 صح الانسان الايه الثاني الرب من السماء المسيح خد كم لقب في الشاهد اللي أنا عاريته دوت خد روحاني خد روحاني ايوع وخد الثاني الثاني وآدم الاخير الأخير فهو الثاني والاخير بص بقى المكرمة آدم الأول وآدم الأخير آدم الأول والانسان التاني فالمسيح هو التاني والاخير وكانه بيقول فيه رقصين عهديين في البشرين في المشهد ده في آدم رأس عهدي أول والغاية للمسيح ما فيش رأس عهدي تاني هو التاني وبعد المسيح ما فيش رأس عهدي تالت هو الأخير وكأنه بوليس بيقول لنا البشر كلهم وكل اللي بيسمعونا وانا وانتم انت يا إما في آدم الأول يا إما في آدم الأخير فانت إما متحد بدا يا إما متحد بدا والغلطة اللي عملها آدم وقدت لسقوط الجنس البشري كله وأنهم بقوا في الموت والخطيئة والشر بسبب الغلطة اللي عملها لأنهم ما كانوا بيمثل نفسه بس في جنة عدن كان بيمثلنا كلنا البشرين بيليوا بينكم أنتوا لما بتقروا النص بتاع السقوط أي راجل وهو بيقرأ بعرق وجهك تأكل خبزك والرب موجه الكلام ده لآدم بياخدوا على نفسه ولا لا واي مرأة في المشهد ده آدم وحوة بالوجع تلدين وتحبلين صح؟ فيه ألم كل مرأة كل ست بتقرى النص ده بتقول أيو أنا هنا أيو أنا هنا معناها ما غلطتش الغلطة دي يعني الكلام ده كان سياق عقاب الرب بيعاقب أدب وحوة اللي هم عملوه وإحنا كلنا مولودين فينا ده متعاقبين العقاب ده لأنهم ما كانوش بيمثلوا نفسهم بس كانوا بيمثلونا كلنا في المشهد ده طبعا عندي سؤال ليه دلوقتي عقيدة الخطيئة الأصلية مهمة بالنسبة لنا دلوقتي بصي أندره هو عمتا لو إحنا مش عارفين إيه المشكلة مش هنفهم إحنا احتياج للحل فلو إحنا مش عارفين إحنا وضعين إيه في آدم مش هنفهم إحنا محتاجين إيه من المسيح مش هنفهم المسيح عمل لأجلنا إيه فلو إحنا بنقول إن إحنا في آدم عندنا مشكلتين مشكلة الفساد والميل للشر ومشكلة الذنب إن إحنا مذنبين فإحنا محتاجين حد يحللنا المشكلتين ده يعمل لنا مصالحة مع الله وغفران لخطيئنا ويغير طبيعتنا وده اللي المسيح عمل لأنه هو ده آدم التاني، هو ده الإنسان التاني، آدم الأخير. فالعسيان اللي عملوا آدم، نشوف قصاده الطاعة اللي طاحنا المسيح. وزي ما إحنا عسيان آدم يتحسب لنا، طاعة المسيح يتتحسب لنا. فزي ما آدم تسبب أننا نتطرد من الجنة. المسيح بيرجعنا تاني لمحضر الله بيعمل استرداد للبشرية، بيعمل مصالحة. ومش بس بقى بيعمل استرداد ومصالحة، مش بس بيعمل غفران ويسيبنا زي ما إحنا. لأن احنا مخداش من قدم بس طرد احنا خدنا فساد المسيح كمان بيدينا طبيعته قدسته فلو المسيح مجرد نموذج بني وبينكو ده نموذج يعقد هتفرج عليه وحشعر بالأحباط أنا مستحيل أبقى كده مستحيل أتقبل قدام الله لإني بعمل زيه الأمل الوحيد إن أنا أتقبل قدام الله إن أنا أبقى فيه يبقى اللي عمله ده بتاعي زي ما داود انتصر على جليات زي ما المسيح أطاعه ومات لأجلي شال ذنبي وشال لأنا أستهله وإداني بره إداني طاعته ومش بس إداني طاعته ده كمان بالاتحاد فيه بيديني من طبيعته اللي بنسميه الولادة الجديدة بيشيل قلب الحضر ويديني قلب لحم الفساد اللي بيصري في كل ما فيه في كل كياني هو بيخليني خليقة جديدة في المسيح كل الان بنتولد في آدم لكن احنا مش بنتولد في المسيح احنا بنتحد بالمسيح بالإيمان عصر كده أنا عايز أوجه سؤال لكل اللي بيسمعنا هو أنت في آدم بس لأن انت لو في آدم بس فده معناه أن انت ميت وبتعمل خطايا برضو هتقدي الموتك ولا أنت في المسيح المسيح هو الحياة شكرا جدا حضر الشيخ على الوقت دوت وعلى كل الكلام احنا فتحنا فيه كلمة الله اللي في كل مرة بتنير بتعقل الجهال واتفهمنا احنا مين والمفروض نبقى ايه بضم صوتي لصوت حضر الشيخ شريف هو بيقول ان احنا لازم نكون في العهد في يسوع المسيح بشجعك ان كنت لسه بعيد عن المسيح تعالى وقبل المسيح في حياتك تنضم للعهد اللي في يسوع المسيح تيجي وتقبله الكتاب مؤدس بيقول كده بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية من الله اقبل العطية اقبل وقوله أنا جايلك بكل ذنوبي جايلك بكل فسادي جايلك بتمن الخطية وبعهد الخطية اللي في آدم لكن أنا جاي اتحد في العهد اللي في يسوع المسيح فتتبرر ويكون ليك عندك ضمان حقيقي في الحياة الأبدية مع يسوع المسيح الرب يبرككم ويحفظكم ويخلينا طول الوقت صلاتنا يا رب طرقك عرفني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة